اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة منش جديد بس كون بدي احكي عن مهرجانات بيكبر قلبي ومبسط خاصة بزول كل الظروف الصعب اللي قطعنا فيها بلبنان منحس حالنا خي رجعنا نتنفس ورجعنا لأرض الواقع وبس كون بدي احكي عن بعلبك تحديدا مدينة الشمس بحس انه الشمس بنهارة عم تشرق غير شكل فتحية لكل اهل بعلبك وتحية لمهرجانات بعلبك لما وقفت ولا دقيقة حتى بكورونا ضلت صامدة مثل قلعت بعلبك بحذيتها لحتى تنشر الفرح والطمأنينة والسلام لكل العالم بلبنان والعالم العربي وايضا بالعالم وبسرني وبشرفني بهذه الحلقة المميزة جدا استضيف ضيفتي السيدة اعتدال حيدر عضو تنفيذي في لجنة مهرجانات بعلبك اهلا وسهلا فيك معنا اهلا وسهلا فيك وشو هالمؤدمة الحلوة حملتنا مسئولية كبيرة هلأ يعني نحن متعلم منكن بكل معنى الكلمة اليوم كمهرجانات بعلبك تحديدا وكبنت بعلبك ايضا اليوم بهالعبية الغير شكل اللي بتفرج تراثنا وتاريخنا العريق بكتير كبير وايضا حضرتك اسم معروف بعالم الكراكلا خليني قوي هالعيلة الحلوة هالعيلة اللي برمت العالم كلها باسم كراكلا ولكن كانت عم بتفرج الصورة الجميلة للبنان مثل مهرجانات بعلبك وصمود قلعت بعلبك ليه عن جد عم بتفرج رقي بلدنا وطيبة شعبه صحيح ما هو كراكلا ابن بعلبك وطلع من بعلبك وكبر ببعلبك وضمن مهرجانات بعلبك بتعرفي مهرجانات بعلبك منا مهرجانات ترفيهية مهرجانات حضارية سقافية يعني بتعطي صورة لبنان وشعبه اللي عنده هيك معابد بوطنه عزمة التاريخ بنو هالمعابد الساحرة لطعطي لكل فنان عالمي او محلي قيمي انه لعب تحت ضو هياك اللي بعلبك واليوم بهايدي ظروف الصعبي اللي عم يمرق فيها بلدنا ما فينا إلا نضوي على الفن والسقافة مش بس ببعلبك بكل مهرجانات لبنان ونحنا كل سنة يعني منحط البرنامج حسب الظروف وهيدي السنة أصعب ظروف عم تمرق علينا مهرجانات بعلبك ما عندها دعم مالدي ولا من الدولة عادة نحنا إلنا تلت الميزانية من الدولة سنة ما فيه وكنا نعتمد على البنوكي ومتل ما بتعرفي البنوكي كمان نفس الشي بدي اتشكر هون جمعيات الثقافية والأشخاص اللي بيقامنوا بمجتمعنا إنه الثقافي هي نبض مجتمعنا وهي ضرورة منا لكشوري صح بعدين ما ومتل ما قلتي ما وقفت مهرجانات بعلبك بجائحة كورونا قدمنا عملين فيرشوال يعني الالفين والعشرين عملنا صوت الصمود هلو صوت اف ريزيليونس يلي خضروه هنا أكبر دليل قدي كلامك صح إنه هي مش بس لكشوري وبس إنه عم نعمل مهرجان وإضاءة ضرورة هو فيه رسالة رسالة سقافية حضارية ضرورية لبلدنا هاي صورة بلدنا لبنان يعني بتروحي وين مرترت بالعالم بقولوا هيدا لبنان السقافي الحضارة الأشخاص اللبنانية نجحوا وين ما كان بجائحة كورونا قررنا إنه ما نوقف وهن المهرجان الوحيدة اللي ما وقف في لبنان بهيدول السنتين صوت الصمود حضروه أكتر من خمسة عشر مليون مشاهد نقلوه كل تلفزيونات لبنان طبعا وعاليوتيوب على السوشيل ميديا بكل العالم بكل العالم كان كتير عمل حلو السنت الماضي عملنا شاينون لبنان منضوي على لبنان صورنا نحنا بتعرفي بمهرجانات بعلبك منشجع الشباب اللبنانية والمواهب الشابي صورنا بعشر محلات أثرية بالبقاع وعرضنا فنانين شباب كلها من موسيقى لرقص لغنى وكان كتير كتير أخذ وقع حلو لبعلبك السنة لا السنة مع جمهور حبيتوا تكونوا حاضرين وبدنا يكونوا تكونوا كتار مية بالمية لأنه يمكن صار الوقت حتى عن جد نرجع شوية للحياة صحيح ونحس حالنا أنه بالموسيقى قدي كمان بتجمع الناس بتفرح الناس صحيح ودايما بمهرجانات بعلبك ومتل ما ذكرتي بأي مهرجان بصير على الأراضي اللبنانية بيجمع اللبنانية بمكان ما منسقل أنت من وين جاي؟ ولمين بتنتمي؟ وشو وطعك؟ هيدا صورة لبنان هيدا صورة لبنان الصح هيدا لبنان يلي نحنا من كل الطواقف ومن كل المناطق ونحنا لم نعطي الصورة الحقيقي الفنانين بيعطوا الصورة الحقيقية والمثقفين لبلدنا مية بالمية والسنة نحنا عاملين مفتتحين بثمانية تموز رجعت ليالي بعلب وخلينا بهالفيديو نفرج كيف بدها ترجع لي البعلبة لما غابت ستاعتدال ولكن هلأ مثل ما حضرتك قلت مع جمهور بدنا إياهون يكونوا كتار أكيد فخلينا نشوف هيدا الفيديو سواه موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 صحيح هيدا هدف مهرجينات بعلبك والحفلة التانية رح تكون بعشرة تموز مع فرقة البوب روك أدونيس أدونيس بعد عدة أشهر راجع لجمهوره ببعلبك مع فرقته الأربعة رح يقدموا أغاني من الألبوم الجديد يعني أغاني جديدة رح تكون أدونيس عنده شهرة واسعة بمختلف الأجيال مؤخرا عمل ببيروت حفلة كان فيه حوالي 7000 مشاهد عما يحضروا هيدا نحن بتجي بنطاق تشجيع المواهب الشابة اللبنانية والناس بتنطروا بتحضر والحلو بهالأربع ليالي منوعة بترضي كل الأزواء وكل الأجيال هلأ في عنا كمان بـ 11 تموز سهرة فلمنغو يعني هيدا بمساهمة السفارة الإسبانية عازف القيتار وملحم للفلمنغو خوسي كيفيدو بوليتا مشهورة كتير وحتكون بمساهمة مثل ما قلت السفارة الإسبانية وآخر حفلة لسيمون غريجي ورانا غورغاني سيمون غريجي عنده ضعف لبعلبك يعني لبعلبك ولمهرجانات بعلبك هو مرأ بحفلة إلك يا بعلبك من كم سنة ببعلبك وبعدين هو عمل على شرف بعلبك ببريز بالإيمة سهرة قدمه لبعلبك حالو، 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 قدي علقت بذاكرته بوجدين هو بيانيست مشهور ومعه رانا غورغاني الرأسة مشهورة كتير يعني حيكون دوتو يعني بيانو ورأس بباخص وشوف الجو هونيك مع هايدي السهرة طبعا يعني لفنان كبير يواجه تحية من فرنسا للبنان لبعلبك تحديداً عمل الحفلة بالإيمة مشان بعلبك المعهد العربي العالمي يعني قد ما بتعنيلوا بعلبك والمهرجيني مفضوط قد ما بتعنيلنا بعلبك اليوم بدنا ندعي كل الناس اللي عم بتتابعنا عطيناهن الأربع ليلي وكل ليلي أجمل من الثانية وبنتفاجأ عادة بالأعمار اللي بتروح لأنه يمكن بأول ليلي بنكون حاطين براسنا عمر معين جيل معين ولكن منتفاجأ لأنه كل حدا عنده ذوق معين فكرمال هيك بندعي الجميع يختاروا الليلي اللي بتناسبون ويحجزوا التكت وين يختاروا الأربع ليلي؟ كمان مية بالمية مش غلط أبداً وفيهم يطلعوا قبل بوقت عبعلبك ويشوفوا جمالة ويناموا بفوق ويحضروا الأربع ليلي صحيح فيهم يناموا بفوق وفيهم كمان يبرموا ببعلبك ويتغدوا براس العين ونحنا عاملين كمان على باب الألعاب أشياء تراثية وبيقدروا يأكلوا ويشتروا ويتسوقوا يعني يستغلوا هيدا النهار اللي طلعين يحضروا السهرة صحيح يقدوا نهار من الصباح ويعتقد رح تكون أول زيارة لألهم لبعلبك إذا في حدا أول مرة بيطلع وأكيد ما حتكون الأخيرة لأنه اللي بيزور هالمدينة الجميلة جدا بيعلق هو في أزواء مختلفة يعني الحفلات الأربعة مختلفين مظبوط فينا نستقطب جمهور عريض لبعلبك السنة أصدتوها ستة اعتدال نحن دائما ما نحب يكون في شيء لبناني وشيء أجنبي طبعا هيدا هدف بعلبك طبعا بزرف هالظروف والحالة الاقتصادية دي بالبلد ما عم نقدر نجيب أكتر نتوسع أكتر طبعا على المهرجينات وعن جد يعني هاي صورتنا الحقيقية مظبوط اليوم كمهرجينات بعلبك كل سنة عن سنة عن جد بتضلكن بهالإسرار وبهالاستمرارية خليني أقول يعني عم تذكري وعم توجهي رسالة للدولة اليوم إذا بدنا نعمل هيك جولة بالعالم ككل من ليه إذا عندن معلم صغير تراث معين ومش بدخامة بعلبك وغيرها من الأماكن السياحية في لبنان بتلاقيهم اخذين دنيا وما فيها وطايرين لأنه عنا هيدا الشي كيف نحنا قدي عم نظلم أنا ما بدي يسمي ولا محل أثري بالعالم ما بدي يسمي بس تعرفي أنا بيرمي معظمون ورقصة بمعظمون يعني مثل بعلبك مفي جو بعلبك ليل بعلبك أمر بعلبك سموها مدينة الشمس بس كمان مدينة الأمر لأنه وقت اللي بيطلع الأمر وانتي قاعد بالقلعة بس قاعدة غمضي عيونك واسمعي موسيقى ما بدنا أكتر منها ما بدنا أكتر منها مية بالمية اليوم بس نحكي عن جدعة بعلبك خاصة طيب حضرتك بنت بعلبك وأنا بنت بعلبك أنا شهدت مجروحة وانا باللجنة بس أنا عم بحكي بمنطق ناس ما إلا علاقة ببعلبك مية بالمية فهيدا الشي اللي بدنا نقول وهيدا الصورة الصحيحة اللي بدنا ننشرها بلبنان وبالعالم ولكل الناس بدنا ندعي جميع يكونوا كتار ويحجزوا تيكتس ويطلعوا يحضروا ويستمتعوا ويقولوا كان معن حق مية بالمية هولا الأشخاص اللي ما زيرين بعلبك لأن الأشخاص اللي زيرينها حاضرين المهرجانات كتير عم بيوافقونا الرأي اليوم صحيح أيا ساعة لازم يكونوا على باب الفرح نحنا عينا تمانية نعم تمانية لأنه مشان الإضاءة ليكون النور هلأ بتفرق عشرة دقائية حسب الوقت الصلاة ننطر لحتى نبلش ولكن يكونوا عن جد قبل بوقت وبعتقد لي طالع هالمشوار بدو يستمتع بهيدا يطلعوا قبل بوقت لأنه فيهم يعدوا بالقلعة وفي بيفات كبيرة يعني فيهم يكلوا لقمة بعيد عن المسرع ويتفرجوا على جمال هالمعابد السحرة لهالعظمة تراكلنا إياها ببعلبك ومشكورين بعدنا محافظين عليها لأنه بعتقد هيدا مسؤولية كتير كبيرة ويمكن ذكرت ببداية الحلقة هاي مسؤولية هيدا شي لازم نكون نحنا عم نربيانين عليه وعم نربي كل الأجل نحنا عم ندفع كتير للمرجة السنة نحنا عملناها كالجنة يعني أنه بتعرفي بدأ اهتمام بدأ اهتمام بدأ عناية بدأ عناية وبديك النظافة والجو طبعا لا الحمد لله بعلبك محافظة على صورتها اللي لازم تكون مظبوط هيدا لأنه واجب كل حدا هالقد بتعني له هالقلعة وبتعني له هالمهرجانات ككل اليوم يعني يمكن في حدا عم بتابعنا يقول أنه الوضع الاقتصادي صعب جدا حضرتك ذكرت للمواصلات اخذين بعين الاعتبار حتى بـ 200 ألف ليرة الباس روحة رجع تمام وحتى نحنا أخذنا بعين الاعتبار المهرجانات ما فيها تكفي إذا ما فيه انكم يعني ما فيه مدخول هلا التكيت ما بتعمل مدخول لأنه بتعرفي الفنانين والتكنيكل يعني اللي عم نعملها للمهرجان من إضاءة وصوت كله بكلف كله بكلف كله بكلف تكيت ما بتعمل شي يعني نحنا من الـ 400 ألف وطلوع فيهن يشتروا بطاعتهم ويطلعوا بعدها رمزية مثل ما بيقولوا بالعالم كله هاي الأسعار معادة موجودة بس نحنا حبينا انه تكون هيك سمبوليك يعني رمزية لحتى الناس تقدر تطلع وتشجعية هي تشجعية للكل للأستمرارية شوف اللي بيحب يشجع الفن لازم يشجع المهرجانات كلها بلبنان مش بس بعلبك صح كل مهرجانات لازم يشجعوا هالفن مضبوط يلي هيدا اللي بيبقانا كسورة يعني عن هالبلد طبعا ونحنا بأمثل حاجة هلا يمكن بكتير سنوات حكينا عن مهرجانات بعلبك وغيرة من هالمهرجانات وكان عنا جواتنا هيدا الفرح لأنه بدنا ننشر الفرح للكل ولكن السنة عنجد بتحس مضاعف يعني الجهد لأنه كان فيه وقفة كمان كان فيه وقفة وبلبنان كلها مصار مهرجانات هلا السنة كلنا رجعنا نبلش بس نحنا موقفنا طبعا وحتى البداية يعني العودة ل رجعت ليالي بعلبك رجعت ليالي بعلبك فبعتقد هالحالة هي بالبداية صحيح هاي منادات هاي منادات للناس انه رجعت ليالي بعلبك يلي منحلم فيها يعني انا كنت من فترة بلندن فتعة الكوفنت جاردن شفت صورة نوري ياف ومارغو فونتان ومكتوب تحت بعلبك انترناشنال فاستيبال دمعت طبعا طبعا يعني شي بيكبر قلبك صح حرام هاي دي المنطقة ما تضلها عمراني وهالمهرجانات تضلها عم بتضوي عكل بني بالفن الحلو والفن الأصيل وبيحكي متل ما عملنا ونحنا يعني اللجنة هدفها دايما تجيب أرقشي طبعا طبعا بالإمكانيات الموجودة عزنا لا تليق بالمنطقة لا تليق بالمنطقة لا تليق ببعلبك وتاريخ بعلبك طبعا خلينا نرجع أنوياك نذكر المشاهدين بالليالي الأربعة ونقلهم أي نهار بالتاريخ لحتى يكونوا هالقد مشجعين وإذا فاتتهم الشرح قبل هلأ يكونوا كمان معنا 8 تموز نبلش برجعة ليالي بعلبك مع الفنانة سومية بعلبكي والمايسترو لبنانة بعلبكي وجوءة سيدة الويزي بعشرة فرقة البوب روك أدونيز يلي عندها جمهور عريض كتير وهيدي تشجيع للمواهب الشابة اللبنانية الحفلة الثالثة بـ 11 تموز الفلامينغو جاز للجيتاريست المشهور والملحن الفلامينغو خوسي كيفيدو بوليتا وهي السفارة الإسبانية مسيهمة منها وآخر حفلة لرانا غورغاني الرأسة مشهورة وسيمون غريجي البيانيست اللي عنده ضعف لبعلبك ولمهرجانات بعلبك حلو بعتقد ما في حدا فينا ما عنده ضعف لبعلبك وهلا بنقول لك كل الناس عن شا تكونوا كتار وستمتعوا بجمال هالمهرجان بكل ليليل أحلى من الثانية يعني كل ليلي هتكون أجمل من الليلة الثانية ومثلما حضرتك ذكرت حضروا الأربعة نكون نحنا كمان كتير مبسوطين ناطرينكم ببعلبك ناطرينكم كلمة أخيرة لإليك بالختم ست اعتدال حيدر عضو تنفيذي في لجنة مهرجانات بعلبك أنا بدأ أشكرك طبعاً وبدأ إليك شكراً لحضوريك وبعتقد لي رأس على أرض هذه المدينة الجميلة جداً ورحلة العالم كله عم بفرج جمال لبنان وشعب لبنان بعتقد اليوم بحلو أنك تكوني حضرتك عم تحكي عن مهرجات بعلبك كمان أنا بحب أقول لكل شخص بلبنان خلي السقافة والفن هي تكون هويتنا ولا شي تاني طبعاً منظلنا على الطريق الصحيح ساعتها بالضبط منكمل صح ونكون نحنا صح متل ما نحنا الحقيقة هي صح ولكن بدنا نغير كل هيد الصور اللي حوالينا إن شاء الله الله كريم طبعاً طول ما في ناس عن جدها الأطحى ريصين لحتى نكون عم نفرج الأجمل معنا بعتقد الله كريم ونحنا بألف خير أكيد شكراً لإليك شكراً لإليك أهلا وسهلا فيك معنا شكراً للأنبياء أهلا وسهلا شرفتنا ست اعتدال لحيدر عضو تنفيتي في لجنة مهرجانات بعلبك وشكراً لحضورك مشاهدينا لهم يكونوا صلنا لختام هذه الحلقة مش جديد على أمل عن جد كل ليالي لبنان بكل المناطق اللبني يتظل عامرة بالأفراح وبالمهرجانات وبالفرح والسعادة لأنه اللبناني بيلبق له الفرح معادنا بتجدد معكم بكرة بنفس المعاد فكونوا كتار وكونوا بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة